بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة السابقة فيه مقال البويس في أمريكا صوت أمريكا فيه لقطة واحدة كنت أود أن أذكرها نسيتها لكن أذكرها اليوم المقال بعنوان تقرير نتائج فريق الأمم المتحدة القطري في 2021 طلعت قرار تحت عنوان فيه لقطة بصراحة تغرد خارج السرب يقولوا في الشكوى يعني حول ليبيا وماذا يحدث في ليبيا وتقدم البعثة في ليبيا وخدماتها من النقد الموجه لليبيين حول الهجرة غالشهية يقول لك إذا رأيت رجل أسود ولا لا فيعتقل على طول هذه بعض الشهد وكتباتها البويس في أمريكا بدون ما يفكروا بدون ما يناقشوا بدون ما يتحققهم نحن ما عندناش بالنسبة ليبيا الموضوع عبيض واسود ونحن حتى قادم عندنا وزراء وكذا الأمور هذه ما هياش حقيقة من مجتمعنا لكن هذه نقطة مقصودة وخطيرة جدا جدا دائما دائما يذكروا فيها أن العنصرية الليبيين عنصرية ضد بعض كلام هذا غير صحيح ومرة تانية للمرة المليون نستغرب نستغرب من الصحف العالمية ومواقع هذه يعني كبيرة جدا صحيح نقدت الاتحاد الأوروبي لكن أيضا هذه القضايا غير صحيحة فإذا كانت عن غباء أو كانت مقصودة النتائج يعني حقيقة تشوه في هذا المجتمع العربي وبالتالي لما يشوه نحن على فكرة يشوه في الإسلام بطريقة غير مباشرة حتى ولو لم تكون هذه هي نواياهم يقول لك شوفوا المسلمين الرق والعبودية والعنصرية وما إليه هذا بالنسبة للنقطة التي كنت أود أن أذكرها في بعض الكثير من المنابر العالمية تركز على طائرات مسيرة إيرانية تضرب في أوكرانيا كل ما جي نشره هذه التشويه الإعلامي مرة أخرى كل ما جي نشره يقول لك طائرات مسيرة إيرانية الأسلحة للدك في أوكرانيا لا أول لها ولا آخر لكن دائما نركز لك على في هذه الفترة العالم بأكمله تقريبا 90% على الأقل من العالم متعاطف مع الشعب الأوكراني فأنت لما تجيب جانب أو دولة أو عرق أو ديانة ولا تؤيد في الروس أنت يعني تشوى فيها في الخمسين سنة جاية تبقى التاريخ وصمة عار وتدير في حاجز بينك وبين قيامك ومعتقداتك وثقافتك ينظر إليك فعلا أنك أنت إنسان إرهابي دائما أنت مصطف مع الطرف الآخر زينيسكي هذا الرئيس أوكرانيا المدخرية هذا يمكن كان يجنب بلاده أصل الحرب يعني أو بعض المناطق رئيس التايوان السيدة قالت لا لأنه يجنب بلاده الحرب والولاة اللي صارت في أوكرانيا هذا زينيسكي المدخرط هذا يبي حارب روسيا وليش ذلك فحسب قال سنتخذ من إسرائيل نموذج إسرائيل كان محاطة بالأعداء ولكنها ثبتت وصمدت والآن الحمد لله نموذج ناجح في العالم سنكون مثلها على أساس أن روسيا محاطة بها عدوة فلسطين في الإضطرابات من 1948 74 سنة لعند أمس لعند أول لمس قصف وغاراته وقتل وما إليه فأي نموذج يعني شوفوا لما يكون القائد لما يكون قائد ورئيس البلاد متخريط أمريكا مرضتش في الـ 64 أن روسيا تجيب نووي لكوبا وهدد جون كندي بالحرب وما إليه تمام؟ إذن يفترقوا الناس وتفترق القيادة بفرق القيادة تحدث هذه البلاد لكن هذا الرجل بصراحة بالنسبة لي متخريط هبل شوفوا كرة ليش نصير فيها لا أدري لماذا يعني شنو إصرار أن يخش في الناتو ليش تخش في الناتو؟ مع أن روسيا قالت لك لما تخش في الناتو حتهدد الأبن متاعي فلماذا أنت تطل؟ حقيقة الأمر يبقى دراسة ما هي الشيء يعني اللي نقول فيها فكرة خطيرة دولة قوية وعندها أسلحة وعندها أموحات وما إليها لماذا تطلق ضدها عملية عسكرية؟ يبدو لي أن خليفة صرح مرة تانية ما زال العروبة والعروبة بعد تصريحاتها العروبة والأتراك لما جو الليبيا ولما ليبيا هذوم بيقتل العرب وبيقتل العروب ما زالوا بعض العقليات سبحان الله تتغنى بالعروبة مع أن العروبة تحصلت على أربع دول عربية العروبة وتحت القومية العربية أربع دول ليبيا ومصر والعراق وسوريا وهنا ربعا متدمرات متملحات لعند يومنا هذا ولم ينجحوا في شيء وفشلا في الجانب العسكري وفشلا في الجانب المدني وفشلا في البنية التحتية وفشلا في التعليم مش معناها الدول العربية الأخرى مش عسكرية ما شاء الله عليها لكن هذه الدول رفعت شعار القومية والعروبة ما نجحتش فشلت يا راجل فشلت ما زالت تتحدث عن العروبة إلى يومنا هذا هيا نجحها يا سيدي وين التقدم وين وبعدين العرب يقتلوا في العرب يعني اليمنيين مش عرب مش من العروبة أن تقتلوا العربي من العروبة مش معقولة القومية العربية هذا إنسان عربي تفشقوا فيه في اليمن والمصريين يقتلوا في المصريين المصريين عرب والمصريين يقتلوا في الليبيين والليبيين يقتلوا في بعضنا كلنا الجوز عرب ويعني شني قضية عروبة وعربي ومعربي هذا كلام هذا في الورق والكو وقته فشل فشل أربع تجارب حافظ الأسد على عبد الناصر على عمر القذافي على شنو الدولة الرابعة هذه العراق صدام أين هذه الدول وينها أنتهت بسبب هذا الفكر وبعدين العروبة عرق عرق يعني أنا مولود عربي غصبا عني ما عنديش فيه خيار يعني شنية اللي تفتخر بيها العروبة هذي إذا كان نفس القبيلة مش العروبة بس نفس القبيلة يقتل في بعض ما تستطيع أن تأمن ولا تنجى من أبناء قبيل تقمن شوفوا اللي صار في درنا من حاصر درنا ومانع عنها الدواء ومانع عنها الماء نفس القبيلة اللي هنا القبائل اللي في درنا واللي محاصرة من الزوج نفس القبائل على فكرة أبناء عم ترهون وين ما اللي دارها أبناء ترهون يعني قضية العرق والأصول والقبلية هذه ما تعبوش عليها هذه في الأوراق في الاجتماعات هادرز وجوه اجتماعي في المربيع معلش لكن أنك أنت تؤسس بيها قيم ومبدأ وحياة وتقعد لك معتقدات هذا هو سبب فشل كل هذه الأمور المعيار الآن التقدم ليش نقولوا بلا الأمريكان ما شاء الله ليش لأنهم أمريكان لا لأنهم متقدمين مدنيا ومتقدمين كذا ليش نقولوا بريطانيا متقدم ألمانيا متقدمين مش نقولوا لأنهم العرق الألماني مثلا وعرقين فليتقدم يا سيد العرب والأوروبا ونحن كمنا هزائم ومائلين هذه التركيز هذه المرة على الإسلام كثير جدا في تركيز في المنابر العالمية على الإسلام شكر إيجابي يعني حتى بوتن حتى أمريكا حتى أوروبا هكي إلى حد ما خب إلا فرنسا طبعا لأن فرنسا هذه أبو لها بالعصر مستحيل هي والإسلام يعني كيف الممية والنار أو كيف البنزينة والنار ففيه فيه إلى حد ما صوت يعني إبريز كذا لعله لعله كما ذكرنا أدركت أوروبا الآن أدركت أوروبا على الأقل أن العدو الحقيقي الذي سيدمر أو يرعبهم أو يقلل من أمنهم أو يهدد مستقبلهم مش لبنية طيبة البريئة المؤمنة المتحجبة اللي في فرنسا تقول السلام عليكم ويعتقلوها والله تمشي متحجبة يقوله ممنوع الحجاب ما تخشيش لماذا تسمح حجابك ليس هذا يا فرنسا اللي يهدد فيك اللي يهدد فيك النووي بوتن الطاقة الغاز مسكرة عليك قاعدين تكتوه بي أدركتم من هو يعني المضاد لكم من هو المنافس لكم الحقيقي من هو المهدد لأمنكم الحقيقي مش المسلمين مش المسلمين على الإطلاق هذه بعض الأشياء في LR Libyan Review تقول Libyan Finance Ministry Libyan Finance Ministry وزير المالية ليبيا يقول سيشل ستسدد أربع ونص مليون دولار برد الليبيادين أربع ونص مليون دولار شنو قصت هذا قرض أعطي لشيسلي في أواخر الثمانينات ناقش وزير المالية خالد المبروك الشماعي مع نظيره سيشلي لمناقشة موضوع القرض كما ناقشوا آلية لتسوية الرصيد القائم على هذا القرض الاجتماع بين وزير المالية الليبي و سيشلي جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي في 2022 والذي يعقد أو عقده في واشنطن دي سي تم الاتفاق على تسديد القرض البالغ أربع ونص مليون دولار هذا الخبر لكن أوردت الموقع أورد معلومات أخرى جديدة حتى بالنسبة لي أنا من تريق اتفاق التسوية قدمت ليبيا يقول أكثر من ملياري دولار في شكل قروض لعشرات الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر من مليارين دولار لعشرات الدول أربعين دولة مذكورة ثم حدد الرقم بأربعين دولة ليبيا عطي قروضهم سلفة أربعين دولة وجاء ذلك في وثيقة داخلية عام 2011 لأربعين دولة بمبلغ مليارين ومئة وسبعة وكسعين مليون دولار مليارين هذين قروض ليبيا الله أعلم قديش رجعا رجعا منهن مليار وثلاثمائة مليون دولار مزال ثلاث مليارات ومثلين وواحة وثلاثين عساس حسبه الفوائد هذه الأموال ألا ما أريد أن أقول يعني طبعا وبعدين ذكر المقال أيضا في شهر سبع أمرت محكمة مالطية أمرت مصر في مالطة بعادة أكثر من تسعين مليون يورو مرتبطة بورثة معمر القذافي كما صادرت السلطات الملطية مليار دولار مليار ومئة مليون دولار عملة ليبية موازية مطبوعة في روسيا تم اكتشاف الحاويتين هذه معروفة القصة قديمة بس ذكرها أوردها هذا الموقع مرة أخرى ما أريد أن أقول أموالنا كثيرة ملياراتنا كثيرة مطردشة كثيرة قروض لأربعين دولة استثمارات في الخارج كما كررنا أكثر من المرة وهذه هي بلدانها الدول تقرض دول أخرى الدول تستثمر في الخارج بعد أن تبني بلادها لما تبني بلادها تستثمر في الخارج وأكرر رأيي كمواطن ألف مرة وألف استحضروا الأموال واستثمروهم في الداخل ثم بعد ذلك تستقر الدولة البنية التحتية المدارس المستشفيات الطرق وما إليه وحاجات الدولة تكون كاملة بعدين أقرضوا برة واستثمروا برة يا سيدي هذا باب الباب الثاني حتى استثماراتنا برة لم تنعكس على وطننا حقيقة الأمر يبي تحقيق جيد جدا جدا تحقيق من النائب العام ويبي أيضا متابعة دقيقة لأن هناك مليارات الله سبحانه وتعالى على أقل أجيالنا القدمة فورمر يوكي تونسلور كوارتينج واحد اسمه كوارتينج محافظ كان برلماني وانس بريز ليبيان وورد حفتر أميد بوليتيكا الكياس أمتدح المستشار السابق في المملكة المتحدة كان مستشار سابق أمتدح زمان ذات مرة ذات مرة أمير الحرب خليفة كبديل يعني شوفوا الفوضى اللي في ليبيا هادي تببيلها واحد عسكري شوف كيف يفكروا فينا كيف يفكروا فينا أن هذه الشعوب هذه الشعوب اللي احنا منهم ولا نا ما يبوش اللي شنو عسكر بيش يضبطهم كل همهم أن نستقر سوى بالقمع بالسيطرة بالانتخابات باللي هو المهم تهدى حتى يستمر التبادل التجاري وتستقر المنطقة وما إليه شوف هذا محافظة هل أنت أسأل هل بريطانيا ما عليش يحكمه عسكري لا ممنوع ألمانيا فرنسا يحكمها رجل عسكري ديكتاتوري طاغية ولا لا خليفة ولا غير خليفة سيرفضه يقول لك تضع لك مظاهرات مستحيل أصلا مستحيل هذا حتى ترك يا من شاء الله تركت تذكره الانقلاب اللي صار طلع على الشعب ورقدت تحت الدبابات حتى المعارضة اللي ضد أردوغان طلعت ورقدت تحت الدبابات عارفين الدمار الذي سيتسبب وجراء الحكم العسكري رأيتها يحكم عسكري طاغية أو السي سي قال عليه ترامب ديكتاتوري المفضل المهم شو أسكد كول وأسكد ما تدير شي والبلاد ما فيهاش الطرابات والتبادل التجاري والنفط والغاز والطاقة الشمسية ماشية بس فشوفوا يعني تفكير غريب جدا ثم يتظار محافظ في أما بريطانيا رجل تفكر يمش عب عليك يا هذا مش تخلف هذا مش يعني فوق الانانية يعني كلمة انانية لطيفة جدا كيف لا ترضي نفسك لشعبك أن يحكم حكم عسكري مش معناها العسكر ما يصل حوش بس مش مهنت العسكري يبي يؤمر حاجة اليوم التنفذ ولا نهارك أحرف وتقمع وتسجن وشوفوا التذكير العسكري شوفوا مثلين تشاد حارب 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 لانتدمر الجيش وماتوا عشر الاف ولا سبع الاف وفقدنا أوز ونهار أحرف وكل اللي صارنا في تشاد ثم ذهب إلى محكمة العدلة الدولية بقى يمشي من الأول محكمة العدلة الدولية سيدي على الأقل حتى لو فقدنا يشغل يطعوزوا ولا لا ما ضعنا جيش ما راحش ما تدمرش فقدنا سبع الاف ثمانالاف شاب هذا العقلية العسكرية المتغطرة يساً مش أي عقلية عسكرية اللي بتحكم وتقعد في البلد شوفوا خليفة طاب طاب كم مدينة دمرها شنو الفائدة اللي عنده الآن أنا وقاعد مقعمز وما زال كده مش مهنة مش عملة ما تقدرش تجيب واحد مش هر وأيضا التاريخ يحدثني شوفوا الدول اللي حكمها عسكر شوفوا الدول اللي حكمها عسكر طاغية مش عسكر هني ومدمرها كلها من أولها العقابة وذكرنا أمثلة منها وين سوريا وين العراق وين ما تقول ليش والله هاجموا عليها العالم كلهم وتكالبوا على معمر وتكالبوا على صدام لا يحكمها عسكر لماذا يعني أنت لأن طريقتك في الحكم ما تعرفش ما تعرفش تحكم تمام هذا من باب يعني وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل كثير جدا إذن فهذا الرجل قال والله هذا بديل يا رجل حطونا واحد عسكري يشدهم الليبيين هذو نحن وبعدين حتى تجد من أبناء جلدتنا من معتقداتهم الإسلامية الليبيين عايشين معه ولك احنا ما نمشوش إلا بالعصاء لا يا سيدي نحن نمشو بالقانون نحن نمشي بالقانون حول القانون من الأمريكان قولهم بكرة ما فيش قانون راه وشوفها حيداها ويسرقوا يخشوا يخموا يقتلوا بعضهم الألمان البريطانيين الروس الصين العرب القانون مو تنفيذ القانون قانون عادي جدا الناس يمشي معك أما اللي يبي العصاء هذا كرامكم الله ليس نحن الشعوب المجرمين ممكن المجرمين باعت المحاجرات القتلة عند الحشيش ممكن يبعصها لكن الشعوب المسلمة الليبيين الطيبين الناس يبقانون بس لا أكثر ولا أقل وينفذ تركيش هذا ما قال تمنيت أنه كتبة اقتصادي ليبي كتبة اقتصادي رجل الأعمال تركي تمنيت الليبيين يفكرون كها تركيش 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 المستثمرين على جني الفرص في ليبيا دعا رئيس شركة تركي رواد الأعمال الأتراك يدوي لأبناء وطن الاستثمار في ليبيا ولعب أدوار أكثر نشاطا اقتصاديا كارنفين اسمها كارنفين مجموعة كارنفين وقال ينبغي تغيير الانطباعات سيئة عن ليبيا إن ليبيا ارهاب إن ليبيا متقربة إن ليبيا فوضى إن ليبيا قال هذه الانطباعات حاولوهم واشجعوا تعالوا استثمروا يقول بصفتنا رجال أعمال أتراك نؤمن بليبيا هكذا بالوح مال تجارية في ليبيا وأكد أن ليبيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات التجارية موجودة يعني هذا خطاب إيجابي حول على أقل الاقتصاد في ليبيا كما قال أن ليبيا بوابة أفريقيا إلى العالم مرة ثانية كنت أتمنى اقتصادي ليبيا يتحدث عن هذا وقال أن على البلاد أن تنوع مصدر دخل هل هي على ليبيا يا ليبيين نوعوا مصدر دخلكم ما تعدوش عن نفط هذا طبعا الخطاب أشك كثير من الاقتصادي ليبيين يقولوا فيه وكثير من المواطنين يقولوا بكرة بعد بكرة النفط محدود كمية محدودة حيكمل عشر سنين عشرين عشرين ثلاثين له يوما ما لن يكون هناك نقطة نفط واحدة ولا متر مكعب من الغاز واحد تمام وبالتالي لابد من الاستعداد اليوم اليوم الاقتصاديين من الآن بدائل تبدأ شغل مش على ورقه مذكرات ومقترحات واجتماعات وتصويته وقررنا أن نديره مشروع الطاقة ديرة مش قررنا نديره ومعايش نبقى سوف نبني مستشفى سوف نؤسس مشروع للطاقة سوف كلمة سوف حولها لما تدير مستشفى يقول تم بناء مستشفى تم افتتاح مشروع للطاقة تم بناء قطار تم مش فيش سوفى على الإطلاق اشتغل لما تنجز اعلن لشعبك وبلدك كما قال أن على ليبيا أنت تتخذ الخطوة الأولى يعني على ليبيا أن يبدو فيها القضايا هذه الناس ما جيكش أنت اللي أعطي مقترحات للشركات العالمية جيك ما عندهاش أي إشكالية ودائما تحدثنا في هذا البرنامج وغيرها أنت أسس الشركات اللي بره شركة بترول شركة كمبيوترات شركة صيج مستشفى تعال معانا خوض 50% نصيبك و50% للليبيين وشغل فيه ليبيين وأن هناك أموال يقول رجل الأعمال التركي أن هناك أموال معطلة في ليبيا تتمتع ب74 مليار برميل نفط احتياطي ليبيا أغنى دولة في أفريقيا بل في العالم كما ذكرنا نسبة إلى عدد السكان و174 تريليون متر مكاعب من الغاز الطبيعي هذا في وطنك في بلدك كما أعتقد البلاد لازالت تتمتع بعلاقات اقتصادية طيبة وإفريقيا يقول وحاليا ليبيا مستعدة لتوفير كل الطاقة اللازمة لأوروبا شوفوا ينظر إلى بلادنا كفرص مليارات الله من الاقتصاد وشبابنا قاعدين في القهاوي وشبوا في كراب مسكين وعطالة وما في الشغل وما في الش تعينات هذه لو حصلوها عقول تحب الوطن وتحب البلاد وتحب الناس من أعظم البلدان وأسهل البلدان في العالم شاب قليل وشباب موجودين وثروة موجودة هذه لعبة يعني إدارة الدول الآن بسيطة ما هيش هذه القضية الخطيرة المعقدة التي يعتقدها البعض وقال أن ليبيا مستعدة حاليا لتفويل كل الطاقة اللازمة لأوروبا لكنها بحاجة إلى بعض العمل ربما يقصد التنقيب في البحر المتوسط أو يقصد استخراج هذا النفط وكما تطرق إلى قطاع البناء التركي والإعمار التركي أيضا شجع الشركات للاشتراك هذه العقليات هذه هي الموضيع الأولويات هذه هي الموضيع الأولويات 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 يجب أن تحدث عليها 24 ساعة لكن والله إن شايف قضايا حيث فيها الناس ونقاشوا حوارات لا جيب ولا تود يعني الاقتصاد واستثمار الاقتصاد مدخل للاستقرار في ليبيا مدخل الاستقرار ليبيان ليبيان ريفيو أيضا نشط مقال يقول ليبيان دبلومات الرشتد ان كوروبشن اتشارجر يعني هل يسرقوا هذوم شوف اعتقال دبلوماسيين بتهم فساد يعني حتى لما تقعد بلدك غنية حتى الفساد يقل أن الناس الرواتب رائعة الحياة ممتازة متوفرة تقلل الفساد وتقرب من الاستقرار والنموم والتطور والتطوير في جميع المجالات في جميع المجالات يعني بصراحة هذه معادلة من الله سبحانه وتعالى الشعب قليل مليارات الله سبحانه وتعالى وأمور فقط أمر صديق السور الصديق السور أمر باحتجاز سفير ليبيا في جنوب أفريقيا والمراقب المالي امتاعه بتهم تتعلق بالفساد المالي جيد هذه الأمور يعني استدعاء فلال للتحقيق حتى طلاعه ما تعاقبش وطلاع بريء مش مهم لكنها جيدة يعني يتخوه في الباقي يتردده لكن إن تقعد للدنيا هبنك من غير استدعاء من غير نائب عام هذه خطوات جيدة حقيقة نشجح في تقارير كثيرة جد ضد هذا للشخص المتهم ارتكب جرائم الاستلاء على المال العام والحصول على مزايا مادية مخالفة للقوانين وإنفاق المال العام على غير الغرض المقصود منهم أمر النائب العام باحتجازهم في المحاكمة في سبتمبر قبضة على مسؤولين من مركز التدريب العام الليبي تتابع الوزارة التربية والتعليم بتهمة اختلاص المال العام أيضا وتزوير وثائق أيضا إساءة استخدام سلطة العمل أعلنت النياب العام أن قطاع الصحة حصل بطريقة غير مشروعة على 74 مليون و273 ألف دينار من الدولة خلال الفترة من 2017 إلى 2020 وهكذا قضايا كثيرة جدا استدعى النائب العام هؤلاء الأشخاص لتحقيق جيد هذا الأمور القانون يعني الآن الطبق الأخرى لماذا زاد مصر قاتش تتردد الآن تتراجع تتخوف قليلا يعني حتى صوت خطابي بدون عقاب شركة أيضا أمريكية نفوت هذا المقال في قضايا اللوزيان اللوزان هذه معاهدة تركية معاهدة عالمية بعد الحرب العالمية الأولى قيدة تركيا تحولت من إمبراطورية إسلامية إلى جمهورية تركية بمساعد مصطفى الترك وقيدت بمعاهدة هي في 1923 معاهدة باريس 1947 فقيدت تركيا بقضايا كثيرة جدا العنوان يقول اللوزان اللوزان ليبيا and the way out هذه المعاهدة بعد الحرب العالمية الثانثة ماذا فعلت بموجب اللوزان لم يعد هناك شيء اسم الإمبراطورية العثمانية وأصبحت مرة تانية الجمهورية تركية ذلك فعلت ترك من نتائجها من نتائج هذه المعاهدة التي تنتهي في 2023 وهذا يصبح تحول جميع القيود التي وضعتها معاهدة وزان على تركيا تحول جميع هذه القيود والشروط التي وتنطلق تركيا جديدة تركيا جديدة بين دينا سبحانه وتعالى من نتائج هذه وهذه للأخوة اللي يقولون العروب والعروب والعروب شوفوا التقدم لدارة تركيا ما همش عرب يا سيدي لدارة أمريكا ما همش عرب اللي دروه الإنجليز اللي دروه الروس دروه الصين فالقضية العرقية هذه لازم أن تنحى وتشتغل وتتقدم وتتفوق باش يقولوا ما شاء الله العرب ما شاء الله عليهم حتى هم من نتائجها إعلان علمانية الدولة مصادرة أموال الأمبراطورية العثمانية جميحة نفي السلطان وعائلتها خارج تركيا تنازل تركيا عن سيادتها في السودان ومصر وليبيا والعراق وبلاد الشام ترسيم حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية اعتبار مضيق البصفور ممر مائي دولي متأخذش ولا قرش تركيا مرة نسفن ونخش ونطلع عن تركيا متأخذش هذه كلها نتائج في 2023 ستتخلص تركيا بإذن الله من هذه القيود ثم المقال تحدث عن التقدم كثير جدا جدا درات تركيا الآن نكمل نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة تستعد تركيا لتكون أحد أقوى عشر دول في العالم لماذا جبت هذا المقال حتى نقول إن قضية إنك عربي ولا مزيغي ولا أمريكا المعيار تقدمك وتأثيرك في المجتمع وقوتك أختم هذه الحلقة بجملة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى فقد أشار إلي مرة أخرى السيد المخرج الكريم بنتها وقت الحلقة الكثير الكثير يقولون يعني إذا بتنصح ولي الأمر أنصح في السر تمام باهي الحمد لله طبعا نقدر ندير تليفون لأخ محمد بن سلمان أخ سعودي قال لي أنصح في السر ألو سر أنا معاك أخوك فتح الفاضلي في ليبيا تو بنجيك في قصر وننصحك في السر أولا لا طيب يا أخي إذا كان أنت يعني خايف على شعور ولي الأمر يزعل لماذا تطعن وتسب وتنقض وتهاجم في العلماء علنا ومن على منابر الرسول صلى الله عليه وسلم أمشي في نفس المنهجية أقول أنصحوا العلماء في السر يعني تهزف في العلماء وتصدخ فيهم وكذا ما بيش نقول لك أنت صادق ولا من صادق علنا على المنابر للناس كلها تدير في فتن على العلماء يا راجل وبعدين لما يجي ولي أمر فاسق ظالم طاغي أعوذ بالله شخص شيرنا أشرف مننا مليون مرة تقول لي أنصح في السر يا رجل على كل حال أنتهى الوقت نتكلم عن هذا الأمر بشيء من التفصيل مرة أخرى بين الله سبحانه وتعالى حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر